نظمت لجنة الشبيبة التابعة للمجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب بالتعاون مع جمعية دار الكتاب المقدس يوماً تدريبياً حول العلاقات بين الشباب للشبيبة الجامعية والعاملة في مطرانية الروم الملكين الكاثوليك أم السماق بحضور سيادة المطران كير جوزيف جبارة والأرجمندريت بسام شحتيت النائب الأسقف العام والأب مودي هنديلي المرشد الروحي للمجلس الكاثوليكي والسيد منذر النعمات الأمين العام لجمعية دار الكتاب المقدس وبدأ اللقاء الذي حضره ما يقارب 30 شاباً وشابة من شبيبات الروم الكاثوليك في الأردن بكلمة ترحبية من لجنة الشبيبة والأب مودي هنديلي ثم توجه السيد منذر النعمات بكلمة شكر وتشجيع للشبيبة متحدثاً فيها عن سر الزواج المقدس وأهمية مثل هذه الدورات التدريبية لمساعدة الشباب في اتخاذ القرار المناسب وتضمن اللقاء التدريبي عدة محاور حول أهمية تغذية الإرادة والفكر لنعمل بما يتوافق مع قيمنا وتعاليمنا والعقبات التي واجهها الشباب المسيحي والتي تمنعه من الوصول إلى القداسة وماذا عليه أن يعمل لتحقيق القداسة من خلال المثابرة في الحياة الروحية واحترام إرادة الله في حياتنا